صحيح نحن نقرب الهزيمة ونبارك للإشقاف الإمارات العربية المتحدة النصر المبين علينا هزمت اليمن مرة ثانية هذه المرة بأيدي الحلفاء في الصمت المريب عن ما حدث لنا ويحدث في عدن وأيضا للإشقاف المملكة العربية السعودية على الصمت لمدة أربعة أيام وشريكنا في التحالف يتبحنا من الوريد إلى الوريد بعد أربعة أيام من انفجار الوضع وسيطرت المجلس الانتقالي على مؤسسات الشرعية العسكرية والمدنية بما فيها القصر الجمهوري في معاشيق وبعد أن تم كل شيء ولم يعد هناك من يحارب ظهر خطاب الرياض مطالبا بوقف إطلاق النار ورغم التهديد السعودي يزداد الانتقالي ضراوة وسط تأكيدات بأن السعودية ستتخذ أي إجراء عسكري ضده سقطت عدن في قبضة الانتقالي وشلت يد هادي عن عاصمته الثانية وفقد اليمنيون ثقتهم بالتحالف والسعودية معا أما الشرعية فلم تعد مجرد طرف في كل صراع بل إنها خرجت خارج دائرة الفعل والتأثير وباتت عبءا على الجميع خصوصا بعد سلب قرارها السيادي كليا من قبل الرياض يقول مراقبون إن فكرة الحل عسكريا باتت شبه مستحيلة وإن البلد باتت تتنازعه ميليشيات خارج القانون وفي أحسن الأحوال ستصبح هي القانون والدولة ما لم تدخل اليمن في متاهة عنف دون نهاية تشهد عدن في الساعات الأخيرة موجة عنف ضد المواطنين من أبناء الشمال أو من أولئك الواقفين في صف الشرعية من أبناء الجنوب ناهيك عن عمليات سلب ونهب تطال المساكن والمحلة التجارية كتلك التي حدثت في صنعاء عقب إسقاطها من قبل ميليشيا الحوثي أو أسوأ قليلاً في اللحظة التي ينكل فيها برجال الشرعية في شوارع عدن وإسقاط آخر أوراق هادي كان هادي يثني على الموقف الأخوي الصادق للأشقاء في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وفي الحقيقة لم يعد بوسع هادي إلا الثناء على الأشقاء والعودة إلى سباته المعهود الموقف السعودي هو ذات الموقف الإماراتي وتبادل الأدوار بينهما من أجل إنجاح المخطط وإسقاط ما تبقى من الدولة كما يراه الكثير مطالبات لهادي بإعلان إنهاء دور التحالف أو مكاشفة الشعب والمجتمع الدولي بما يرتكبه التحالف من حماقات في اليمن فلطالما راوغ الخطاب الرسمي للشرعية أمام الانكشاف الواضح في الانتهاكات من قبل التحالف ودعم الفصائل والميليشيات وقصف الجيش الوطني أقرب سيناريوهات المرحلة القادمة هو المزيد من التفكك الشرعية فيما ترسخ في أذهان اليمني شواهد تاريخية لأسوأ مرحلة عاشها اليمنيون دون قائد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر